السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خلال أمسية اليوم مصلحة الأرصاد الجوية أصدر التنبيه من مستوى الأول عن تساقط أمطار رعدية خلال ليلة اليوم إن شاء الله على كل من ولاية مستغانة معينتيموشنط وهران حتى على ولاية لمسان وهذا إلى غاية صباحة الغد إن شاء الله أما خلال يوم الغد الأمطار ستلتحق إن شاء الله تحت وقارعود على الوجهة الوسطى على السواحل على شكل زخات متفرقة إن شاء الله حتى على منطقة الأورس لتلتحق ليلا على الوجهة الساحلية الشرقية أجواء غائمة خلال يوم الغد أقول على شمالي صحراء صحراء الوسطى إلى غاية أقصى الجنوب مع زوابة رمليا ستنشط على الصحراء الوسطى مقاييس ما بين أقول العشرين إلى غاية 25 درجة الوجهة الساحلية 18 درجة فقط على المشرين عامة والبيض من 30 درجة كالميقياس على بسكر المغير وتوغورت 21 درجة على الصحراء الوسطى وأقصى الجنوب ولن تتعد 24 درجة لمرتفعات الوجهة والتاسيلي أما خلال ظهيرة الغد درجة الحرقسوة تبقى فصلية الوجهة الشمالية مقاييس ما بين 30 لغاية 21 درجة الوجهة الساحلية نفس المقياس على مرتفعات الداخلية الشرقية ترتفع الغاية 23 درجة لبوسعدة المسيلة 40 درجة لغردية ننتظر 28 درجة على تامنرسة واجانت 45 درجة على الصحراء الوسطى وكذلك أقصى الجنوب البحر خلال يوم الغد يبقى قليل اتراب تقريبا على طول شريط الساحل حتى رياح ضعيفة لن تتعدى 30 كم في الساعة ترجمة نانسي قنقر